السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وهذا اللقاء بعنوان الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال بعدها انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله والنصوص في باب الجهاد لا يمكن حصرها في هذا المقام لكني أنصح إخواني بالرجوع إلى كتاب رياض الصالحين للإمام النووي فقد أفرد فيه كتابا خاصا لذكر النصوص الواردة في أمر الجهاد أما من أراد التوسع فليرجع لكتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لابن النحاس الدمياطي رحمه الله ورضي عن علمائنا أجمعين أيها الإخوة الكرام منذ بدأت العملية الكبرى التي سماها المجاهدون طوفان الأقصى والرسائل والأسئلة لا تتوقف عن الجهاد وتبعاته وبالطبع الكلام عن الجهاد طويل ومتشعب لكننا سنقتصر هنا بعون الله في الحديث حول العموان فقط الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد والرسالة التي أريد توصيلها باختصار الإعداد تكليف والجهاد تشريع والاستشهاد تقدير فينبغي الانشغال بالتكليف والالتزام بالتشريع مع الرضا والتسليم للتقدير وهنا يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أخي وحبيبي الكابتن محمود داود حفظه الله ليحدثنا عن الجزء الخاص بالإعداد البدني عندما يأتي موضعه بإذن الله تعالى أهلاً ومرحباً بك أخي الشيخ محمود أخبارك إي طمنا عليك طبعاً يا مولانا الحمد لله خير حالة الحمد لله طبعاً أخونا الشيخ محمود كان أحد الذين تم تكريمهم ضمن أفضل مئة رياضي عربي أظن من حوالي سنتين سنة 21 أليس كذلك يا شيخ محمود؟ نعم الحمد لله في مصر يعني الحمد لله تعرضت لزا التكريم مرتين لفضل الله عز وجل بعد يعني الواحد خرج من المحنة اللي كان فيها وكأن الله يعني بعت لي رسالة يعني ربتم على القلب كده يعني الحمد لله طبعاً أحفظك وباركي بأتقبل منك أنا إن شاء الله إما ييجي معه الكلمات هيكون فيه هدوء أكتر أنا بس راجع في السيارة مع الأطفال وحكون قاعد يعني هادي الواحد إن شاء الله ربنا أبارك فيك وإحفظك أجزيك كل خير إن شاء الله وإن الكرام في أمر الجهاد والإعداد له وجدنا الناس طرفين ووسط طرف متعجل لا يفقه السنن ولم يتعلم من التاريخ وطرف آخر يتكلم عن الإعداد العام والتربية الفردية بطريقة أشبه بمحو الجهاد من الوجود في حين الحق أن المؤمن دائما يحدث نفسه بالجهاد ينفذ أمر الله عز وجل وأعد يخشى أن تأتي اللحظة التي تحتاج فيه الأمة لجهاده فيصدق فيه قوله تعالى وفي حين أنه مستعد لتقديم نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله يأبى أن يبذلها مجانا دون الإثان في أعداء الله فهو يستعد نفسيا وتربويا وجسديا وعلميا في آن واحد ليس عنده فائد وقت أو جهد ليضيعه فيما لا يفيد لا يغفل عن حقيقة الصراع وديمومته وهو كذلك لا يصطنع تعارضا بين الأوامر الشرعية ولا يبتدع تناقضا بين النصوص والتحركات النبوية بل يجمع بينما يظهر أنه متعارض ويتهم عقله وفهمه إذا حدث قصور لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وها هو الواقع يشهد بأن الدائرة تضيق ورحى الحروب تستعر ولا تكاد بلد مسلم فيها دعاة صادقون وهدات مخلصون وساسة واعون إلا وطبول الحرب تدق على أبوابها إخواني الكرام فإما استعدادا جادا وإما أن نصبح وقودا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اسمحوا لي أن أعرض لكم الملف الذي سأتكلم حوله بإذن الله تبارك وتعالى هو حول هذا العنوان الذي نتكلم فيه الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد ندخل في الموضوع ونبدأ بكلمة للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه في مقال له بعنوان الاستعداد للجهاد قال في هذا المقال في آخر كلمة أيها الحاكمون إن عندكم شعبا يريد أن يعمل يريد أن يجاهد فلا تصبوا على جمرة حماسته كأس ماء فإنكم لا تجدون كل يوم مثل هذه الحماسة هذا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه وأنا آثرت أن أبدأ بهذه الكلمة حتى أؤكد لكم أن الكلام عن الاستعداد لا يتنافى أبدا مع الكلام عن مباشرة الجهاد بشكل فوري فليس هناك تعارض بين هذا وذا المهم أن يجتهد المؤمن وأن يضع القصة في رأسه بشكل صحيح حتى يتمكن من أداء المطلوب منه وهناك فقرات في الحقيقة في كتاب الظلال ليس فقرتان فقط في سورة الحج عند الكلام عن قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأنا أنصح كل إخواني أن يرجعوا إلى هذه الصفحات لأنها مهمة جدا من ضمن ذلك يقول رحمه الله ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوة طغيان والشر والباطل اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر وللصبر حد وللاحتمال حد وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدوا للمقاومة ويتهيئون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان وهنا يبين لماذا تأخر أمر تشريع الجهاد من المرحلة المكية إلى المرحلة المدنية وفي فقرة أخرى عندما طرح السؤال لماذا القتال؟ الله عز وجل قادر على أن ينصر المؤمنين بكلمة كن قادر على أن يجنبهم كل هذه الدماء وكل هذه الجراحات وكل هذه الآلام التي يتألمونها لماذا فرض عليهم القتال وقال فيه يقتلون ويقتلون لماذا؟ قال رحمه الله الجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا وأن لله الحجة البالغة والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من التنابلة الكسالة من التنابلة الكسالة انتبهوا لهذا الكلام لأن كثيرين من دعاة التعقل والحكمة والذين يلبسون لباس الدعوة إلى الله عز وجل الآن يصح عليهم جدا هذا الوصف ويصدق عليهم بشكل كامل التنابلة الكسالة الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء هذا لا يكفي نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة وأن يرتلوا القرآن وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة والذخيرة التي يذخرونها للموقعة والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله إخواني الكرام عندنا في الحديث حديث سمرة بن أبي الفاكه حديث طويل وفيه معاني كثيرة أنا أخذ منه هذه الجملة فقط وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الشيطان لابن آدم ويقول له تجاهد والجهاد جهد النفس الجهاد جهد النفس يعني إتعابها الجهاد ليس أمرا مريحا ليس أمرا فيه رفاهية ليس أمرا فيه طرف الجهاد جهد النفس ولذلك الفقهاء في تعريف الجهاد قالوا مصدر جاهدا أي بالغ في قتال عدوه أي بالغ في قتال عدوه هذا التعريف ذكره الشيخ منصور بن يونس البهوتي في الروض المربع في شرح منتهى الإرادات قال بالغ في قتل عدوه وهذا متوارد بين الفقهاء في كل المذاهب بعضهم يقول قتال وبعضهم يقول قتل وبعضهم يذكر الاثنين معا قتال وقتل العدو وهو بذل الجهد والطاقة في جهاد الكفار هذا هو التعريف الشرعي للجهاد وعندما نريد أن نربط بين عملية الجهاد وفكرة الاستشهاد التي يبحث عنها المؤمن المؤمن نفسه تتوق إلى الشهادة يشتاق أن يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل كلما سمع فضائل والمكارم التي منحها الله عز وجل للشهداء كلما اشتاقت نفسه وتحركت لأن يكون شهيدا وهنا لا بد أن نضع هاتين الآيتين بجوار بعضهم البعض قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والآية الأخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم في الآية الأولى ذكر الله عز وجل أن هناك حسنيين ليس حسن واحدة لماذا يفكر الشاب المسلم دائما في مسألة الاستشهاد ولا يفكر في الانتصار الحسنيان هما النصر أو الشهادة وينبغي أن يكون تفكيره منصبا في الأصل على أمر النصر على العدو هو ذهب ليجاهد من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لو كان الأمر فقط لأجل الشهادة لأمر الله عز وجل المؤمنين الأول وهم ضعاف قليل العدد والعدة أن يجاهدوا ويستشهدوا جميعا ولا ضير لكن النصر أمر مطلوب لذلك ينبغي أن يكون هدفا عند المؤمن المؤمن يدخل ويريد أن يقتل عدوه يريد أن يذخن في عدوه يريد أن ينتصر على عدوه عندما يأتي أمر الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى المؤمن يقول أهلا بها ومرحبا أهلا بها ومرحبا ويذهب إلى الجنان التي أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله والشهداء التي بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعد الله عز وجل لهؤلاء في الجنة مئة درجة كما بين الدرجة والأخرى أو ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض فنضع هذه الآية يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فهما نصر وشهادة بجوار أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم وهنا نذكر نتفة يسيرة من أقوال العلماء في مسألة الاستعداد شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله يقول يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوته للعجز فإنما لا يتم الواجب الواجب إلا به فهو واجب أخواني الكرام منذ حوالي يعني أسبوعين تقريبا كنت في محاضرة وأحد الشباب سألني يا شيخ كل الفقهاء قالوا عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على جميع المسلمين لماذا لا نخرج للجهاد نظرت إليه وسألته سؤالا هل الجهاد واجب على النساء والصبيان؟ قال لا قلت له على العكس في هذه الحالة التي تذكرها يصير واجبا على النساء والصبيان يعني المرأة لا تعذر إذا داهمها العدو والطفل عليه أن يفعل ما يستطيع المرأة تفعل ما تستطيع والطفل يفعل ما يستطيع والعبد يفعل ما يستطيع فليس جهاد الدفع قاصرا على المكلفين بجهاد الطلب ثم عدت وأسأله عدت أسأله مرة أخرى لماذا لم يجب الجهاد على النساء والصبيان؟ قال قوتهم وبنيتهم البدنية لا تتحمل هذا فنظرت إليه دون أن أسخر منه والله لكن قلت له كيف بأبداننا هذه نقول إننا نستطيع أن نجاهد آلتنا المترهلة التي لا تخيف عدوا ولا تنكأ فيه كيف نتكلم بهذا الكلام؟ إذن المطلوب هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوقت الذي لم تتمكن فيه من الاشتباك دعك من كثرة الكلام ودعك من الثرثرة ودعك من الأحلام ودعك من الأمان واستعد وجهز حالك جهز نفسك لهذه اللحظة حتى يختارك الله عز وجل ألم تقرأ هذه الآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لذلك يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل وهو نظير الأهبة وهو يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه وهو كقوله وهو كقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تعالوا ندخل على كلام المعاصم وهو كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه كتاب تفسير مختصر تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن في هذه الآية يقول رحمه الله أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة كل ما تقدرون عليه أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق والآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وهذه العلة موجودة فينا في ذلك الزمان وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته يعني أقصد أن تنظر نفسك هل أنت فعلا ترهب عدوك هل إذا وقفت أمام عدوك فارس لفارس أو مواجهة مباشرة هل يراك فيخاف منك لا بد أن تحسب حساب هذا جيدا قال فإذا كان موجودا شيء أكثر من أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طبعا سترجعون إلى هذه المحاضرة وتقرؤون هذا الكلام مرة أخرى لكن يأتي سؤال هل نحن دول وهل نحن جماعات كبيرة أو هل عندنا الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ كل هذا أقول لك هناك فارق بين الإعداد العام المطلوب من الدول والجماعات والتنظيمات وأصحاب القدرات والإمكانات وبين الإعداد الشخصي يا أيها النبي لا تكلف إلا نفسك لابد أن تضع هذه إمام عينك لماذا نظل ندندن دائما أين جيوشنا متى تتحرك جيوشنا جيوشنا صنيعة أعدائنا أعداؤنا وضعوها أمامنا حتى تحول بيننا وبين الوصول إليه لابد أن نكون قد أيقلنا من هذا الأمر ليس يعني قابلا للخلاف أو قابلا للنقاش أو للأخذ والرب هذا أمر مسلم به نعم نضغط على هذه الجيوش نعم نحاول أن نستنفر الغيرة عند أفراد في هذه الجيوش كما فعل الجندي محمد صلاح وكما فعل العسكري في الأسكندرية نعم نحاول أن نضغط حتى تتغير مسألة العقيدة العسكرية هناك من يعبث ليلة نهار من السبوع الماضي حضرت محاضرة لدكتور مهندس عمر عادل وهو مهندس عسكري تكلم فيها عن مسألة تغيير العقيدة العسكرية عند جيوشنا وكيف أن فكرة العدو لم تعد صحيحة سليمة في جيوشنا العدو للجيش لابد أن يكون عدوا خارجيا الجيوش لازم يكون عدوها في الخارج الشرطة هي اللي بتقوم بمواجهة الجريمة في الداخل لكن أصبح الأمر على عكس ذلك وأصبح العدو للجيش هو المجتمع العدو للجيش هو الشعب الذي كلف هذا الشعب أصلا بحمايته أنا أقول هذا حتى لا نقف عند محطة الجيوش ونفكر فيما يخصنا نحن كأفراد لأن هذا الذي سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل وقد وضعت أربع عناصر رئيسية طبعا هناك تفصيلات وهناك عناصر أخرى ربما وربما هناك من يجتهد فيأتي بعناصر مهمة تضاف إلى هذه العناصر الأربع وضعت العنصر الإيماني وبجواره العنصر العلمي وهناك ترابط أو تداخل بينهما كذلك عنصر الإعداد البدني وعنصر الإعداد النفسي عنصر الإعداد البدني سيتكلم عنه بإذن الله أخي الحبيب الشيخ محمود داود وأنا أحدثكم عن هذه الثلاثة وقبل أن أتكلم لابد أن تعلم أن الخطوط متوازية ليست متوالية ما معنى متوازية وليست متوالية يعني لا تقل إن الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بذل لا 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 ابدأ الآن في كل هذه المسارات بل أقول لك إن وجدت سبيلا للاشتباك المباشر الآن وعندك خلل في هذه المنظومة اشتبك وافعل ما تقدر عليه لماذا؟ لأن الأمر كما ذكرنا منذ قليل جهاد دفع واجب ومفروض على المسلمين إذا وجدت سبيلا مباشرا للاشتباك الآن لا تتخلف عنه لا تتأخر عنه لكن طالما عندك فسحة طالما عندك برهة طالما عندك وقت لا بد أن تبذله في هذه الأمور الأربعة لو يحب أخونا الشيخ محمود داود لو هو جاهز الآن يبدأ حتى لا نؤخره يتفضل مشكورا أنت جاهز يا شيخ محمود؟ الصوت عندك مقفول أنا كده فضعت الصوت بس مش عارف إذا كان الفيديو لقيت كده الصوت واصل أنا بس قبل ما حضرتك تتكلم هلفت الشباب أو هلفت نظرهم لحاجة بسيطة كده عن الموضع يا شباب أنت عشان توصل لأي ساحة من الساحات الجهادية ملزم بأن تخترق حدود ممنوع أن تخترقها هتضطر تطلع جبال وتنزل وهتضطر تنط من على أسوار عالية وهتضطر تجري لمسافات طويلة وقد تضطر إلى الاشتبات مع أحد ممن يحولون بينك وبين العبور فمسألة الإعداد البدني التي سيكلمنا عنها الأخونا الشيخ محمود مسألة ليست سهلة ومسألة ليست بسيطة ولا ينبغي أن نحقر هذا الأمر فضل الشيخ محمود السلام عليكم الفيديو مفهول أو الصوت انت الصوت واضح والصورة أنا الصوت واضح لو الصورة ظاهرة عند حضرتك أنا مش السلام عليكم مش هنطول في المقدمة علشان الإخوة هو وقت المستمعين الكرام يعني يعني بما ختم به الشيخ نبدأ بحدث واقعي حصل لما فتح باب الجهاد أيام حرب الشيشان والبوسنة ونضم المجاهدون العرب إلى المجاهدون الخوخاز والشيشانيين فكما قال الشيخ تماما كان هناك أراضي غير سهلة بالمرة كلها سهول والجبال ومرتفاة فالأخ الشيشاني كان يطلع ومحمل وشاير ومخلى بقى مخلى سيبك من المخلى بتاعة التجنيب الاجباري بيه كانت مخلى محترمة وطالع وبيطلع جبال والإخوة العرب في مؤخرة الصف ونهجان ومش قادرين يطلعوا بأجسادهم مش بالمخلى كان فاللي حصل إن بعض الإخوة الشيشان شالوا الأخ العربي نفسه وصعدوا بيه الجبال فهنا كانت أول صدمة لأخر كان يشتهي الجهاد لكنه لم يعد العدة جيدة إنه هو مش قادر يرتقي حتى السهول والجبال إن لسه المعركة ما بدأتش إحنا بنطلع بس عايزين نطلع جبل ونتموضع يعني طيب الأخ ده كان بيمارس أي نوع من أنياء الرياضة من أنياء الرياضة في بلدي كان بيلعب تمارين لياقة بدنية كان بيطلع يجري في السهول في أراضي رملية أراضي زراعية حتى ما كانش فيه بس هو بيحب الله ورسوله ويحب الجهاد ويبتغل شهاد لكن ما كانش فيه إعداد بدنية طيب فيه سؤال غريب جدا بيجري في كل المقاطع والمنشورات من ساعة ما بدأنا نتكلم في اشتباد الأمر في غزة ومن قبلها في أي شيء بحوثت فيه الإخوة على الإعداد البدني ولازم المؤمن القوي فيقول لي يا شيخ الحرب للزمان ده كلها بالمدافع والرشاشات والدبابات ومشعرف يا الرياضة يا أمي ده أقول له يا أخي عفوا أقول له يا أخي وأنت أبدا أبدا لم تشاهد أي عرض عسكري لتخرج أي دفع عسكرية شفت الاستعراض كله بيبقى أداء بدني ويوري لك معاراتهم القتالية ومهاراتهم اللياقية ومهارات قبض الإحفال والصعود المرتفعات العالية وده هيجيبه منين إذا كان تعرض لأداء بدني جديد بل إن الجيوش النظامية يتم تخسيمها وفرزانتها بناء على طبقات الرياضيين أو الطبقات البدنية فيها تلاقي الصعقة أداء البدني عالي جدا غير مجند مشاعدي قوة البدنية موجودة في خل الديوش النظامية اللي هما بيستخدموا اللي حضرتك قلت علي يا سائل ويا معلق البنادق ورشاشات طبعا طالما يمسك بندقاء ورشاش وزي ما أنت شايف الموضوع سائل كده بيخلوه يتمرد دعليم بدني قاسية جدا ليه أنت شفت مشاهد الإخوة المجاهدين الآن في غزة كم واحد بيشيل الصاروخ حاجة زي دي مش محتاجة يكون عندك قوة بدنية أنت مش قادر تشيل نفسك أربع شايلين الصاروخ وبالكاد بيشيلوه لحد ما يوصلوه لمحطة القزف أو بطارية القزف يبقى الموضوع مش سهل مش زي ما أنت متخيل طب خدنا مزج عملية أحداثها عدي التميمة تقبله الله الفتى الفلسطيني الذي توغل في الجنود الإسرائيليين يعني حسابه والطاقة شهيدة شفت صورته اللي كانت في الجيم وجسمه كان عامل إزاي إيه دا كان بيلعب حديد وعضلات ما شاء الله وعضلات المعدة متقسمة وكل جسم وبين عليه القوة طب بتلعب حديد ليه دا انت رايح يعني هتروح داخل متواجل في السريع كده لمه السبات المفعالي عايز أصلا تدريبات بدنية تضبط التوافق والعصب العضلي أو في حاجة عندنا الرجفة اللي بتحصل لكتير من الناس عند المواقف الشديدة دي نتيجة ان أبدانهم لم يحصل فيها مسألة التوافق والعصب العضلي من شلدة أو تكرار تعرض المواقف الصعبة البدنية اللي محتاجة تدريب طويل لشهوره ولسنين يعني غير عداء التميم من أخ الله يتقبله مروان سلام اللي تقبله الله في سوريا كان على طول يرفع تمريناته في الجيم والراجل الواقف بيضرب بمدفع قد كده يعني انت محتاج القوة البدنية في السيطرة على السلاح لتحت جيدك وانت فاكر موضوع السياة كأم بابجي يعني ده الحرب بالرشاشات وبالدبابات أخش أبص على زرار بيه وخلاص خلصنا على عدو لا الموضوع بيحتاج لتدريبات بدنية شاقة جدا 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 ولا فترات طويلة نبدأها بسلم بسيط أدوامه وانقل يعني ربا درهم سبق ألف درهم ما لا يدرك كله لا يدرك كله قلت للإخوة في مقطع من كام يوم ده منتهى الوضوحة جماعة انت غير متاح لك تتمرن على السلاح صح طيب باقي الأسباب التي متاح لك وتحتقيرك متاح السلاح لأنك تعد نفسك دي وأولها الاعداد البن حالك بتمرس رياضة يا أخي لا مقصر طب يعني أنا هتسئل يا كابتن إن أنا ما بلعبش رياضة طبعا هتسئل هو أنت عارف الحرب هتقوم إمتى أو هتفتح لك باب الجهاد اللي أنت بتدعيش تها وإمتى بغمضة عيني وانت بقى هات هتلاقي نفسك فيه ختال زي ما الشيخ قال ممكن يبقى فيه الجهاد دلوقتي داخل عليك العدوم أنت جاهز ولا أنت كله هيقول لك احنا نقض محرص النساء لا النساء مش عايزة حد يحرص النساء تمها مطالبة بالقتال وأختها يعني فأنت محتاج ترافع عن نفسك وإن تنتلق ويكون عندك اللياقة البدنية للكر والفر والجاب محتاج شوية عضلات تشيل بهم العدد الثقيلة ولو كنت من من يناول من يرمي يعني مربما الرمي هو اللي واقف على المدفع الثقيل وإنت محتاج بس نقول له سندق الزخيرة مش قادر ترفع الصندوق من الأرض وتدي له خوب فده الكلام اللي يعني لازم الإخوة تنتله لي وقلت لهم ما مش عايز شهوة الجهاد تغرك في نفسك لأنك لو تحطيت في المواقف هتنصدم صدمة ممكن تخليك يعني ايه أنا كمليهم الموضوع ده بالزبط كده فايه فلما كتب عليهم وقتاله تولوا إلا قليلا منه ليه ما كانش فيه عدة انت بتحب الله ورسوله وأنا وافق يا أخي والله بس فيه أسباب لازم تأخذ بيها وحتسأل عنها مش بس تأخذ بيها والعاطفة تكفيك المرء مع من أحب طيب اللي بيحبه واحد بيعمل الإردي هل انت عملت الإردي اللي عز وجل وما ينفع عمتك من الإعداد البدني الحقيقي طيب نيجي العمليا الإخوة بتقول آه لقي جم فين والجمات صعبة ونفس في دول تقول لك جمات كلها آسف معلش يعني كلام حماسي فالموبايل مش مستحمل فيقول لك الجمات مختلطة انت كده بتحط نفسك العقد وبتدور فين الصعب اللي مش عارف نقوله وهو ده اللي مش متاح لي طيب واللي تحت إيدك تعرش تلعب شوية سويدي في البيت أنا يعني طبعا عشان مساحت الحلقة لن يتحمل لكن عامل سلاسل كتير قبل كده تمرين منزلية لكل أفراد العيدة للرجل وأبنائي وزوجاتي طبعا زوجاتي يعني بقول التمرين دي المرأة تمرسها بالكيف ده وكنت حتى مشميه التمرين العائلي الدائري المرح عشان يبقى حتى يدخل جو لطيف في البيت وهو بيمارس يمارس الأب ويمارس الأبناء معهم في البيت وتمارس الزوجة فيصبح البيت كله عنده الحد الأدنى من البنية الرياضية ما لا يسع الرياضي جاهل أنا كنت أعمل فيديوهات كده ما لا يسع الرياضي جاهل الرياضي المسلم طبعا ليه لأن الرياضة في الآخر بنية صارت تتعبب بها لله عز وجل كل دينار دفعته لمدرب ولا في مكان الرياضي وكل عد عدتها أصبحت تقجر عليها مدامة النية لله والمسلم والمسلمين وللإسلام طيب بالنسبة للسويدي والفتنس يعني عشان مش هينفع نشرح في الحلقة هنا عب بحطوكه روابط إن شاء الله تطلع عليها إزاي تعمل التمرين ابتداء من وضع حتى وانت سند على الحيط لحد ما تنزل على كورسي منتافة عن الأرض لحد ما تقدر تقدي بوزن جسم الكامل على الأرض تمرين الرجل اللي هي الصعود والانتفاض مهمة جدا هي دي المطالع الجبال لازم تطلع وتنزل كتير اللي بنسميه اسكواد أو القربصاء باللغة العربية تمرين العقلة اللي تقدر تشتريها في أي بيت سهلة جدا متربطة في أي باب ولا في أي حيطة وتبدأ بالتدريج إزاي تلعبها شرحناها قبل كده ده حد أدنى آه ده حد أدنى ينفع اللي هو جندي البسيط الناس المحترفين هل هي شغلة تانية وهي الدنيا متأسمة لم يقلد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة سيف خالد ولم يقلد خالد قلم أبا هريرة صحيح لكن على الأقل أبا هريرة كان بيستطيع أنه يعمل الحد الأدنى من الممارسات العسكرية هو ده المطلوب بدنيا ده المتاح زي ما هتخش كده تتجن التجميد يرضي الله عز وجل مش همسكك أصعب الأسلحة يبدأ معك بأصغر حاجة وأبسط سلاح وبعدين تبدرج نفس الكلام في الرياضة فنبدأ بس ده اللي احنا هنسأل عنه مارست؟ لا ما مارستش في ديه تكاومة غير فلوس ولا جم ولا أي حاجة طبع عايز تتعلم ألعب قتالية تقدر تتابع على اليوتيوب الحد الأدنى من حركات الدفاع زي البوكسنج فيه أخ اسمه الأخ طاهر ألماني بيعمل مقاطع على اليوتيوب ممتازة بيعلم الشباب إزاي يلعب البوكسنج يطلع لنا السؤال دايما من الإخوة هنا الضرب في الوجه حرام يا شيخ يا سيدي احنا نقول لكش يلعب بطراب لكن عثنا التعلم ولبس الواقي وإزاي تسدد الضربة اللي تسقط ديه الخص من الضربة واحدة طمطلوت هو متعلمه انت مش عارفه ولما تقابله في الساحة هيوقعك من أول ضربة لأنت تعرف زي تنفاذة ضربات اللي توقدي عليك من أول لمسة ولا بتعرف توجيهها مع أخوك المسلم تلبسه واقي وتتمرنه برفق تبدأ تسدد الضربات بقوة على الشواخص اللي هي الأجساد اللي بتبقى محشية رملة وأطن تبدأ ترعب مباريات ودية بدون إزاء أخيك وتلبسه الواقيات الكاملة هو الصحابة اللي كانوا يتمرنوا اللي كانوا يستخدموا السيف ببطني أو يستخدم بعض أدوات الشبيهة بالأخشاب أو يعني العصي أثناء التدريبات لكن ساعة القتال ما هو فيه ضرب على وجه أمانه ما كانوا يتمرنوا كيف يضرب الخصم في رقبته أو في وجهه كانوا يتمرن على كل موضع الجسم اللي يؤذي بها الخصم أما أخيك المسلم نعم لا تفعل به ذلك أثناء التدريب بطرف بقوة الشيخ طبعا في النقطة الشريعة دي لو فيه أي تعديل يستطيع أنه هو يذكره لكم ما قلت لأنا أنا مش حاب بطيل أنا بس كانت المدخلة دي لو فيه أي شئ رفع حيك عايز تتكلمني عنه أو تسألني فيه ماشي أنا مستمع ومستمتع بحضرتك يا ربنا يحفظك ويبارك فيك أنا يعني حابب أن أنت تاخد وقتك الشباب مهم جدا يا شيخ محمود يستفيدوا من الوقت اللي موجود للوقت الإمكانات اللي هي هو شايف أن هي ما هي إمكانات هي إمكانات وهي يعني يقدر يعمل فيها ويبذل بيها الكتير جدا يعني أنا كنت بشوف إخوة سبحان الله يعني بدل ما يبقوا يدعون للمجاهد بيبقوا عبق على المجاهد ليه؟ هو مصر يطلع فيه القافلة الجاهدية وفي نفس الوقت ما عندوش أي شيء يقدر يقدمه يعني بقول له يا آخي حتى عشان بس تمسك الميز تمسك المطبخ يعني واخد بالك لازم هتوصل لمكان معين عشان توصل للمكان ده في وقت معين لازم هتجري ولازم هتطلع ولازم هتشتبك ولازم عشان تلم حاجتك بسرعة وتنقل من المكان لمكان عشان لما يحصل تهديد تعرف ان انت تخلي بسرعة يعني فيه حاجات بدائية كده لازم تكون تكون موجودة لكن سبحان الله يعني مش عارف الإخوة ليه مقصرين في هذا الموضوع وانت أظن يعني عندك خبرات لو تقدر تديهم بس أي يعني خبرة كده في هذا المجال عشان تحركوا شوية نعم ما هي المسألة الخبرات كما ذكرنا يا أخوان استصعاب الطريق زي ما برضو ييجي يقول لك قيام الليل أو اللي طبعا ينطبع في ذهن المستمع آه يعني قوم بقى وطول واجيب بقى البقرة وقال أمرانه النساء تتشبك في قدماء لا يا هو انت لو قمت بركاتين وطرت انت الآن على الطريق كتبت عند الله انك قمت نفس الفكرة يا أخوان الناس المبتدئة تماما لازم تبدأ هتبدأ بعد الضغط تما نزلت منشور واقعي الواحد تابع معايا قال لي أنا بدأت من 7 أكتوبر وعايز أعمل كذا كذا وعمل إيه وانت له إلعب الضغط بس كل شهر هعلمك تمرين واحد جديد بس تتقنه وتتقدم فيه فالنهاردة كان يوم من 17 أكتوبر وبدأ يوم 7 ولا هاجا كده بقى بيجيب 6 أبضاء الضغط من صفر تقدم 7 درجات للأمان لأنه كل يوم كان بيلعب وكان بيتمرن وعنده إسرار والله عز وجل مطلع على صدقه الناس ممكن تفتكر دي حاجات بسيطة حبيبي في أرض الوقت هتعرف اللي انت فردت بي كان شيء مهم جدا فانت دلوقتي في ساعة من الوقت لا تستغرق في الأحزان ولا تستغرق في الدموع مصمصة الشفايا ولا تستغرق في التحليلات وانتظار تحقق الرؤى التي ملقت الفضاء ولا ننكر خيرياتها واستقنسنا بها لكن فين تحركك العملي انت زي ما الشيخ هكون عبقى علينا أو احنا كلنا أنا معاك وهو عشان ما أقولش يعني التجامد يعني احنا عبقى عليك هنبقى عبقى على الإخوة ولا احنا هنبقى عاون ليهم احنا المطلوب ان احنا نكون في أعلى درجات الاستعداد باستغلال كل متاح هتقول لي طيب عايز أرفع الليقة البدلية عندك خيار مهم جدا انه تقدر تحقق الركب في الشارع بقى بصلاة الفجر اي شارع سهلة دي اي حديقة تركض شوية ربع ساعة نص ساعة تقدر تبدأ الأول براجدة خفيف شوية وتدخل فيه السرعات يعني تبدأ تسرع سرعتك شوية ما تتعودش على جرية بمجهود ثابت لا لان دايما رفع حاجة عندنا كده في الليقة البدنية الحمل الدوري التدريبي لازم يرتفع وإلا لو فضلت على وطيرة واحدة انت مش هتتقدم زي الإيمان ينقص ويزيد كنت أضرب المثال دايما نستغل النصو الشرعية فإن لم يقم في زيديات فهو في نقصان فانك تلعب على مستوى الليقة ثابت وتثبته وهو أصبح هين وسهل عليك وما تحاولش تضغط نفسك بقيقتين جارية زيادة عدتين ضغط زيادة طلعتين عقلة زيادة نزلتين قرفصات زيادة كده مستوىك هازبت بلها ينقص مع الوقت اللي جسمك خلاص بقى مجهود ثابت زي ان بزبط تقوم من على الكرسي تروح الشغل ترجع بقيت حاجة يومية مفيش إضافة فالمطلوب إنك تبدأ تتعلم الأساسيات لو أنت مبتدئ وبعدين بتجيب عدت إن شاء الله تقعد فيها أسبوع مش قادر تطلعها مش هيجرى حاجة أنت برضو كده بتؤدي اللي عليك اليوم التامن هتلاقيك إيه ده جبت عدتين بفضل الله عز وجل تمام؟ هتبدأ تزود لازم يعني العدتين تثبت عليهم ثلاث أربعة أيام وهم أقصى حاجة تقدر تعملها مثلا هتكسر العدد ده وتلقى نفسك وصلت للعدد ده التالتة وهكسر الجاري بعد الفجر نبدأ بعشر دقائل وجدت أخرج وتنهج وبتطلع شاكمانك دخان يعني من قلة تلقى الركل فتيجي بعد كده مع الوقت إنت تبدأ إيه تزود بخليهم 11 دقيقة الحمد لله 11 دقيقة بقت سهل 12 دقيقة يعني ألعب كرة لعب يا جماعة الانتظام أنا موافق بس ما فوش سب دين ولا لعب علي يشيل ولا خماءات نظاموا لعب ولعب الكرة بيرفع اللي أقل جديد جدا بس يوم دبط شرعا ولا يضيع الصلاة من أحسن الألعاب اللي ترفع اللي أقل بدنيا تحرك في الملعب ورايح وجاي وخطط وبتاع ودمانك شغالة وحد من وراك وحد قدامك ممتاز تدخلها جنب البناء البدني اللي هو زي ما قلنا الضغط في البيت والأقلة في البيت والقرفصات اعمل يوم رياضة ويوم رحم من رياضة بل تحصيل ما بقى إلاسع المسلم جاهله في العقيدة وغير تعلم بقى يعني ضعوبة الجهاد وفق الجهاد وأمور الجهاد لأنه برضو هتبقى يعني تستعدة بدنيا وصفر هتخش الميدان قد تصيب دماء محرمة قد تفرط في أمور كان يجب أنك تأخذ بيادك عليها وهكذا زي ما بنشوف نترخف أمور كان ينفع مطرخة فيها أو تصيب دماء محرمة لا يعني اجمع اجمع من كل اجمع من كل الأطبال يوم رياضة ويوم علم سيدنا عمر بن خطاب كان بيحتر هو يوم وشريكه في التجارة يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أمر آخر وهكذا فبدنيا يا أخوانا لا تضع حاجز أنه ما فيش قاعات رياضية أنه ما فيش كابتن محمود يقول لك أصلا كابتن ما فيش مدربين يعني إخوة يا أمي معنا معاك على الميديا وإخوانا ما حد بيطلب حاجة بقدر المستعب نشرح وبنقول يلا أني يسر الله كده ويجمعنا في معسكرات طور دي الله عز وجل يعني تمصر بيها الأمة يعني لكن لا تبحاجمش بايش اللي عايز بيعمل حاجة بيعملها وشوف جهة إخوانك وشقاقهم في هذه الأيام بالذات بقى بعد الضغط ما بقى لك اللي نفذ العملية دي بتاعت سبع أكتوبر انت فاكر المسيحي مستوطنات شبه اللي هم اختحموها بالزبط عشان يقدروا ياختحموها بدقة لما بقى بالسهولة دي يا جماعة ولا بالسزاجة البساطة اللي بيتصورها البعض ولا بالأمانية ولا بالأمانية اتفضل يا مولانا بنا جزيزي خير يا كتن محمود أنا بس لأني كنت في لعيب كرة عايز أقول أن لعبة الكرة الوحدها مش كفاية يعني الكرة قركة عشوائية محتاجة قبلها شيء من التمرين بس عشان حتى اللعيب الكرة نفسه يقعد يسخن قبلها الناس اللي هم الهواية برضو يقول لك قبل ما انزل بسخن عشان ما يحصلوش مازق عشان ما يحصلوش يعني أي إصابة عضلية كده مفاجأة فحتى اللي بيلعبوا كرة يعني يكون عندهم بس شيء ما يبقاش الموضوع متعة بس يعني يعني في شيء من التزام بإيه بعشر دقيق ربع ساعة يعني تمارين خفيفة ربنا جزي خير يا كتن محمود على استجابتك ومشركتك معنا في هذا الموضوع أشرط بك يا مولان نستمتعي أزاك الله كل خير نرجع يا إخواني للملف اللي كنا بنعرضه وهو ملف الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد اتكلمنا عن الاعداد البدني وهو أمر مهم جدا الاعداد الإيماني يا إخواني طبعا احنا عندنا أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره المجاهد مهم جدا يبقى عنده الحد الأدمى من منظومة الإيمان من فاهم الإيمان من أصول الإيمان اللي أربعة اللي أنا عاملهم في المثلثات دول لازم ياخد منهم مقدار لكن الاتنين اللي فوق بعض دول اليوم الآخر والقدر خيره وشر لا دول لازم يكونوا عنده كده عرض مستمر يعني كل لما يلاقي فرصة يقعد يفكر نفسه بالله هيكون بين يدي الله عز وجل من أول الموت لحد الجنة والنار ولازم يقعد يتذكر منظومة الإيمان بالقدر ويستحضرها ولازم تبقى سليمة عنده مسألة الإيمان بالقدر لازم تبقى سليمة عند المجاهد وإلا هيتعرض لصدمات كتير جدا هيتعرض لمفاجآت كتير جدا هيتعرض لأخبار كتير غير سرة فلازم يبقى الاتنين دول موجودين لازم يبقى موجود لما طلع أبو أبو جهل يقول أعلو هبل النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبوه قولوا الله أعلى وأجل يوم كيوم بدر والحرب سجال قال عليه الصلاة والسلام لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وهكذا فاستحضار هذه المعاني يعني يوم الآخر مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويجي واحد من الصحابة يقول بخن بخن إيه دا جنة عرضها السماوات والأرض وما نحن بنعمل إيه فقال له النبي صلى الله عليه أما قال للنبي صلى الله عليه وسلم رجوته أن أكون من أهلها أنت من أهلها فمباشرة دخل واقتحم حتى قتل فهو مستحضر معاني اليوم الآخر ومعاني الجنة والنار وما يكون فيها واخد بلك وأمر القدر يا إخواني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك لم يكن ليصيبك مسألة الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر واستحضرهم المستمر عند المجاهد مسألة مهمة جدا 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 طيب اللي بيظبط لي المنظومة دي قيام الليل قيام الليل وزي ما أتكلم أخونا الشيخ محمود مش مطلوب منك أن أنت من واحد ما بيصليش أصلا الوتر لواحد هيقوم الليل كله ويقرأ البقرة وقالي عمران والنساء مش مطلوب منك كده مطلوب منك أن أنت تبدأ بركعة وتقرأ فيها العشر آيات اللي هي الفاتحة وتلت آيات يعني خلاص بحاجة كده أنا مش عارف الشخبطة دي تتجي منين الشخبطة اللي عملها في أيوة كأن حد بيعملها ولا إيه مش فاهم كنت بقولك أن أنت ابدأ بالأقل الحد الأدنى ده اللي هو ركعة الوتر اللي سورة الفاتحة سبع آيات ومعها تلت آيات قل هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر أي مكان وهتلاقي نفسك من حلاوة الطعم اللي أنت بتدوقه بتزود شيئا فشيئا وهكذا فقيام الليل بيخلي منظومة الإيمان تختمر وتنضج وتكتمل داخل قلب العبد ما تبقاش منظومة علمية منظومة الإيمان يا إخواني منظومة قلبية ليست منظومة علمية أنا بأخذ المعلومات عشان تخش جوايا وتبقى عقيدة راسخة ثابتة هي اللي بتحركني وهي اللي بتبين ردود أفعالي على كل ما يواجهني في هذه الحياة الأمر الآخر الإعداد العلمي الإعداد العلمي وإنت بتحط برنامج عشان تتعلم مش مطلوب منك إن أنت تكون مفتي عصرك مش مطلوب منك تكون المرجع اللي بيرجع عليه أهل الزمان واللي بيحللهم الإشكالات العلمية والإشكالات الفقهية لا بس خلي عندك ورد ثابت عندك ورد ثابت من القرآن الكريم إيه وعي تكون يعني كارثة ما عندكش ورد ثابت من القرآن الكريم زي ما عندك ورد ثابت من القرآن الكريم وبالمناسبة مش بلزمك إنه يكون جزء بس خليه ثابت يعني إذا بتقرأ نص جزء إذا بتقرأ ربع جزء خليه ثابت دوم عليه وحط زيه من السنة النبوية بتقرأ عشر صفحات من القرآن اقرأ عشر صفحات من السنة النبوية اقرأ باستمرار اقرأ زيهم من السيرة والتاريخ علاقة السيرة والتاريخ بالجهاد عم الشيخ علاقة السيرة والتاريخ بالجهاد أن أنت هتفهم منظومة الصراع ما بين الحق والباطل على مدار التاريخ هتفهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان عايش حياة المجاهد إزاي الصحابة كانوا عايشين حياة المجاهد كان كل واحد فيهم عايش حياة المعين ومتجوز وبيأكل وبيشرب وبينام وبيتاجر وبيعمل لكن عايش حياة المجاهد في التاريخ هتقرأ سير أشخاص كتير جدا زي خالد مثلا كرمز من الرموز وتشوف إزاي كان بيدير حياته وإزاي كان بيدبر أموره وإزاي كان بيحط الخطط وإزاي كان بينتصر فيه المعارك اللي بينتصر فيها وهكذا فأنت لما تعمل نفسك يعني داخل هذه المنظومة تحط نفسك كده داخل البوتقة دي بتقرأ خمس صفحات من هنا خمس صفحات من هنا عشر صفحات من هنا وهكذا تبص تلاقي إيه إنك بتتطور بسرعة مش هتقعد جندي مرحلة طويلة لا ممكن تلاقي نفسك قائد مجموعة قائد فرقة قائد سرية قائد جيش لكن على قد ما يكون عندك من علم تقدر إن أنت تتطور وتحسن من أدائك وكل ده لازم يكون معاه حاجة من الثقافة العامة بقرأ المجلات الشرعية والدوريات اللي فيها فوائد عامة بتابع الأخبار على مواقع موثوقة وفي نفس الوقت ما تكونش عمالة ترمي جوايا الآلام والأحزان والبكاء والعويل لا لا يعني لازم أحط نفسي كده جوه منظومة عشان أطلع في النهاية على الأقل بالحد الأدنى اللي أقدر به أخش الساحة الجهادية وده هيساهم في الأمر الأخير اللي أنا عايز أكلمك فيه اللي هو الإعداد النفسي يعني الإعداد العلمي يا أخوانا بيأثر على التركيبة النفسية والمعنوية بتاع الإنسان عشان تكون شخصيتك جزء كبير من تكوينك الشخصي هو راجع أصلاً للمنظومة العلمية اللي أنت تأسست عليها فإذا كان عندك منظومة علمية صحيحة يبقى بإذن الله بنسبة كبيرة هيكون تأسيسك أو إعدادك النفسي والمعنوي كويس المسألة النفسي والمعنوي دي يا أخوانا مسألة مهمة جداً لا تتخيلوا واحد يقدر يخوض معركة وهو أصلاً نفسياً ومعنويلاً مضطرب استحيل هيكون قاتل لإخوانه مش هيكون قاتل لعدوه لأنه فاقد للتركيز فاقد للمعاني اللي بيها أصلاً يقدر يكون عنصر إيجابي داخل الساحة الجهادية التكوين النفسي والمعنوي بيحصل من خلال خبرات الإنسان في الحياة الإنسان بيتعرض لصوامات كتير بيتعرض لمشاكل كتير بيتعرض لمواقف صعبة كتير لو ما بيحصلش الكلام ده أو لو بيحصل بنسبة قليلة الإنسان يصطنع يصطنع يعني إيه يعني لما ناخد بعضنا كده ثلاثة أربعة خمسة شباب ونروح نعيش في الغابة كام يوم ثلاثة أربعة خمسة يام أسبوع إحنا اللي هنعيش في الغابة يعني إحنا سايبين السرير وسايبين الرفاهية وسايبين الأكل في معاده والشرب اللذيذ واللي مش عارب إيه وراحين نعيش في الغابة غابة عام الشيخ آه تعيش في الغابة تعيش في الغابة عشان تبقى في وضع صعب تبقى في موقف مش معتاده أمور غير مألوفة وتتصرف وتتعايش واخد بالك يعني أنا بتفاجئ إن الإخوة بدأوا يطوروا في مسألة المخيمات والمعسكرات ويخلوها في فنادق لا إخوانا كده هيضيع الهدف منها الهدف منها إن هو يطلع عن الرتابة ويطلع عن الوضع المألوف ويطلع من العيش الرغيد مش متحققة مش حصلة لازم المخيم يكون في مكان الحياة في صعبة إما في جبل وإما في غابة وإما في صحرة لازم تكون الإمكانات والأدوات المتوفرة بين يدي الشاب اللي إحنا بنعده يكون ضعيفة لازم يحصل عنده خشونة في العيش لازم يتعلم الكرم والإثار يبقى في إيده ومحتاجه ويددل غيره طب هو لو غيره أصلا مش محتاج ما خلاص مش يتعلم الكرم والإثار هو بيأكل وغيره بيأكل لكن لما يحس إنه وجاله حاجة وغيره محتاجها ويدهاله يحصل عنده توازن عاطفي فجأة يلاقي نفسه بيشوف تعبين وحياته أو يلاقي الدنيا ظلم عليه أو يلاقي مطر أو يلاقي تلج مثلا أو يلاقي يعني كده يتعود إن يبقى له ردود أفعال متزنة وهو بيتعامل مع المواقف الصعبة في السيرة والتاريخ وإنتوا بتقرأوا هتلاقوا إن الأمراء والقادة أبنائهم بقى اللي هم أصلا كانوا هم وهم صغيرين واخد بالك بيسموهم أو بيسلموهم لوحد اسمه الأتابك الأتابك ده دوره إنه هو يربيه التربية المتكاملة دي ويغضل الصيد يعني مش يغضل الصيد يعني يفسحه لا يغضل الصيد يعني يمشي وسط الحيوانات في الغابة يعني يمشي في إطار من الجفاء في إطار من الخشونة في إطار من الصعوبة هو عايش في القص لا هيطلع من القص ويقضي كام يوم في أماكن غير معدة وغير مهيئة والفرق كبير جدا بينها وبين الوضع الطبيعي بتاعه فساعتها تتنمى عنده الصفات اللي أنا كاتبها لك دي اللي هي الجرأة والشجاعة التضحية والفداء الكرم والإثار خشونة العيش التوازن العاطفي المجاهد يا إخواني مش أسير للمفعالات هو طبعا إنسان وبيمفعل بس مش أسير ليها وتخيل أنت تخيل أنت يكون مثلا في ساحة الجهاد ويجي لك خبر حد قريب منك أو حد حبيب لك أو حد يعني بينك وبينه روابط قوية جدا توفي أنت شايف أن ده ممكن يبقى شيء صادم ويأثر فيك لا ده ممكن يموت بين إيدك ممكن يكون أخوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا كذا بين إيدك وانت جوه المعركة وتبقى ساعتها ما بين يعني حالة من الصراع أحزن عليه وأبكي وكده وأخده أقوم بحقه واتفنه ولا أكمل المعركة اللي أنا أصلا موجود فيها تخيل أنت الوضع ده هو لسه أصلا في قلب المعركة إزاي يقدر يضبط عوطفه ويسيطر عليها لدرجة تخليه يحقق المطلوب منه وينفذ المطلوب منه بدون ما يكون مصدر ضرر ولا إزعاج لبقية إخوانه ولا لبقية المعركة وهكذا إخواني فالصفات دي توزن عاطفي قوة البأس وشونة العيش اعتياد ترك المألوفات ومحاسبة النفس محاسبة النفس الإنسان لما يعد نفسيا ومعنويا كويس ما عندهش غضادة أبدا إنه هو يقف قدام المريكة كده يسأل نفسه أنا أصبت في إيه وأخطأت في إيه ولدلك تلاقي المجاهد يا إخواننا كثير الاستغفار وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله عز وجل ليه؟ لأنه بيحاسب نفسه لأنه بيقف قدام نفسه وبيشوف هو ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ وهو حاطت قدامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزوي مات على شعبة من شعب النفاق يبقى أنت وإنت بتحاول تعمل التكوين النفسي والمعنوي ده حاطت الحديث ده قدامك أنا إزاي أعيش وأموت على شعبة من النفاق وأنا أصلا هربت منه أنا هربت من النفاق وهربت من الكفر وهربت من العذاب اللي بينتظر هؤلاء بينادي الله عز وجل واخد بالك فمسألة الإعراض عن الجهاد وعدم الإعداد للجهاد وعدم تحديث النفس بشكل صحيح بشكل صحيح عن الجهاد الأمر ده في الحقيقة هيأثر تأثير سلبي جدا علينا أنا أعتذر إذا كنت طولت لكن بكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين طيب في إخوة رفعين إيديهم لو افتح لهم الصوت أخب السام رقفة أحمد رقفة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الشيخ ندخل تفضل بقى عاديسناك بس العلماء العلماء اللي نتعلم منهم رشحت لنا بعض العلماء اللي نتعلم منهم القرآن والسنة حاضر حاضر حد تاني عندي سؤال مزاك الله مزاك الله خير أخي بسام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا هو بس يعني إضافة سريعة أنه يعني كثير من الواحد سمع النصيح دي من حضرتك من سنوات ويعني بنصح نفسي والإخوة اللي بيسمعوا أنه كل نصيحة الواحد سمحها من من حد من أخواننا العلماء والمشائر وتأخر في تنفيذها أو يعني ظن أن الوقت قدام فترة ففعلا فعلا بيندم عليها لكن الحمد لله أن ربنا سبحانه الله أعطانا فرصة أن نحن نستعد ونعد أنفسنا لما هو قادم ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا أن نحن نحيا ونكون بين عداد الأحياء والجهاد موجود ونستطيع أن يكون لما نساهما فيه في المستقبل ولم نمت ونحن يعني في بعدة عن الإعداد أو في تقصير أو يعني نظمنا أن الأمور استتبت والنقطة الأخيرة في مساحة الإعداد إنه أكثر ناس تفاعلا مع الوضع الحالي هم أكثر ناس كانوا يعني يمكننا ساعة ما تركوا ديارهم وغيرهم وغير غير ذلك يعني هم مهيئين إن الوقت للوضع الحالي لن يستمر هذه الأمة ستدخل في مخاط شديد لا يتخيله أحد واللي يهيئ نفسه على ذلك ويستعد له هو اللي يكون له فيه سهم أرسل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه الله أرزوه وإمين جزاك الله أخير بالمناسبة للأخ بسام شارك معنا في عدة مخيمات أنا طبعا فتحت له وأنا ما عرفش أنه هو بسام اللي يشارك معنا بس أنا ما سمعت صوته عرفت طيب الأخ مصطفى فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القائمة جدا وده وقتها أشكر الشيخ على الإعداد البدني والله أنا في الحقيقة أنا عندي مدخلة مش بس مجرد سؤال عندي مدخلة بسيطة وحابب أن أنا أشاركها مع الحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديث لما كان بيقول يدخل من أمتي سبعون ألفا بدون حساب بدون سابقة حساب أو عذاب فقال الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منهم فواحد من الضحابة قال ادعو الله يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم فقال أنت منهم فقال فحابي آخر ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم فقال سبقاك بها عقاشا فالشاهد من الكلام من الصدق مع الله سبحانه وتعالى دايماً بيجعل الإنسان أنه يصبق إلى فعل الخيرات وأن كلنا نعلم من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم وأحديثه أن فيه قتال بيننا وبين اليأكد وبين النصارى وفيه بيننا وبين الروم فينبغى علينا في موضوع الانسعداد أنه إحنا نسبق إليه مش بس مجرد أنه إحنا ولكن السبقه هو دليل على السبقه والإخلاص فهم بغل الحرد المسلم أنه هو يصبق مع الله سبحانه وتعالى لعلن ربنا سبحانه وتعالى يبايئنا إن شاء الله بإذن الله أن يكون نصر لكم على أيدينا الله أمين يا رب ربنا جزيك خير يا أخي مصطفى ويبارك فيك طيب أرجع للسؤال الأول الأخ الفاضل اللي سأل عن العلماء اللي نتعلم منهم العلماء الصادعين بالحق لا يخلوا منهم زمان ولا يخلوا منهم مكان لا يخلوا منهم زمان ولا يخلوا منهم مكان والعلماء بيقولوا العلماء القدامة أصلوا لنا أصولا قال لك يحق للمسلم العامي أن يقلد إلا في أمر واحد وهو من الذي يقلده من الذي يتبعه هكذا اتباعا دون مراجعة يعني أنت في الآخر العالم ده أنت تجعله حج بينك وبين الله عزيزي بيقول لك هذا حلال وهذا حرام وهو يعني مؤهل لذلك أنت واجب عليك زي ما بتتعب عشان تختار طبيب مناسب لحالتك أو لحبيبك أو لابنك قبل ما تروح له مش مجرد نوع معلق يفط الطبيب بتاخد بعضك وتروح له لا ده أنت بتجتهد وبتسأل لحد ما يعني تحس أن أنت إيه بدلت وسعك فيه أن الدكتور ده هو اللي يستحق أن أنا هروح له وهيكتب لي رشدة هنفزها زي ما كتبها لي بالظبط هتبالك فالعالم أولى بيك أولى أن أنت تجتهد وتصل إلى من تقلده في أمور دينك لذلك أنا مش هذكر لك ناس بعينها لأن هم موجودين موجودين كتير وممكن أفتكر حد وأنس حد وممكن ومش ده المقصود المقصود أن أنت نفسك تجتهد أن العالم اللي أنت هتتبعه ده يظهر لك أنه هو الأكثر علما والأكثر ورعا وتقوى لله عز وجل الأكثر علما والأكثر ورعا وتقوى لله عز وجل علما بالمسألة اللي أنت هتسأله فيها لأن العلم يتجزأ وممكن يبقى عالم في باب ومش عالم في باب تاني عادي يعني واخد بالك لكن فكرة العالم الموسوعي العالم في كل شيء يعني كان موجود بعض نماذج في السابق منهم الأيام الأربعة والبخاري ومسلم والشيخ الإسلام التيمية يعني نماذج تعد في الحقيقة لكن مش موجودة باستمرار ومش موجودة بكثرة فحاول أن أنت تجتهد أن تجد العالم المختص فيما تريد أن تسأل عنه ويعني تعلقه أمر دينك وتسمع له بعد ما يفتيك في هذا الأمر طيب يا إخواني أنا يعني أشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا الوقت الذي قضيناه معا والملف أكيد هتلاقوه موجود في العرض وإن شاء الله هتلاقوا هذا الفيديو على اليوتيوب اللي عايز يرجع الملف ويرجع اللي احنا كتبناه واللي احنا قلناه جزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصر إخوانا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه كتابك اللهم يسر لنا ولجميع المسلمين أمر الجهاد في سبيلك اللهم يسر لنا ولجميع الصادقين أمر الجهاد في سبيلك اللهم يسر لنا ولجميع الصادقين أمر الجهاد في سبيلك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا اللهم ثبت قلوب عبادك المؤمنين اللهم ثبت قلوب عبادك المؤمنين اللهم ثبت قلوب عبادك المؤمنين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم أحد صفهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألقي الرعب في قلوب أعدائهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم دمر فيهم أسلحتهم آمين 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 وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إخواني الكرام قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته